يوصل النظام القطري سياساته التخريبية القائمة على نكث العهود وتزييف الحقائق التاريخية والإضرار بأمن واستقرار أشقائه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولطالما اتسمت السياسة القطرية بالازدواجية والعدائية تجاه محيطها وحاضنتها الطبيعية جميع المواثيق والمعاهدات التي تعتمد عليها الدول والمنظمات المرموقة في تعاملاتها لم تكتسب مكانتها إلا باحترام جميع الأطراف لها والعمل بمقتضياتها وفقا لأعراف الدول ومبادئ العمل السياسي والدبلوماسي الرصين إلا أن المشهد القطري في المنطقة كان ولا زال ناقصا لأبسط هذه المبادئ وهي الوفاء بالعهد واحترام الدول في التعاملات الرسمية على وجه الخصوص لا تغيب عن متابع أو مراقب مشاهد المبادرات والمحاولات الخليجية لثني نظام قطر عن سياساته التخريبية في المنطقة ومنهجه العدائي ولا تغيب أيضا ممارسات هذا النظام المستمرة في محاولات زعزعة الأمن والاستقرار في دول جواره إنها الدول التي صبرت كثيرا وتحملت الأذى ولم ينلها من ذلك الصبر سوى التهديد لأمنها والتزوير لتاريخها والإضرار بمصالحها وخير شاهد على ازدواجية سياسة نظام الدوحة هو حسن النية المعلن وسوء النية والتصرف الذي فضح مؤخرا والذي برهنته الأدلة والشهادات التي كشفت زيف وخداع هذا النظام لأشقائه في دول الخليج العربية ونكذه للمعاهدات التي وقع عليها ولم يلتزم بها أمير قطر خروجا عن السربي وانحيازا للشر وطمعا بما لم يكن يوما لهم إنه التاريخ الذي يكتب بخيره وشره وإنه الشاهد الوحيد فلا مكان فيه للتلاعب ولا مكان فيه لمن لا يتحمل مسؤولياته ومسؤوليات الدول كثيرة وأعباؤها أكثر تحملها القادة العظام الذين أسسوا لمجلس تعاون متين وفق مبادئ ومصالح مشتركة تناقلتها الأجيال وتحملت أمانتها وانعكست على سياسات دولها ومكانتها ويبدو أنها وصلت إلى نظام قطر ناقصة تشوبها الأطماع ويقودها المكر والخداع